لما تستغل ثغرة الأكسسس كيف ممكن ترسل كل كوكي إلى سيفر خاص فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم معكم ياسر شكرا شكرا لكم على دعمكم اللطيف والله العظيم أنه شيء يثلج الصدر لما تسوي حاجة وتتعب عليها وتلاقي المقابل والله العظيم أنكم أسعدتوني سواء من لايكاتكم سواء من كومنتاتكم على كل شخص أرسل كومنت والله العظيم أني قريتها من كل حب وما أقدر أعبر لكن شكرا شكرا لكم وما توقعت بيوم واحد ممكن نوصل مية لايك عشان كذا راح ينزل الفيديو برضو دايريكت مثل موعدتكم وفي هذا الفيديو إن شاء الله راح نتكلم عن أكثر من طريقة نرسل الكوكي إلى سيفر ورح تشوفون إن شاء الله ورح تستمتعون في هذا الفيديو أتمنى 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 أنه يعجب كل الفيديو وفيه فيديو اللي هو ميديم سيكورتي إذا كنتم أنتم تابون ننزل فيديو هذا ميديم سيكورتي نبي نوصل هذا المقطع مية وخمسين لايك إذا وصلنا إن شاء الله مية وخمسين لايك رح نزل مقطع ميديوم سيكوريتي وبرضو ميديوم سيكوريتي جزئية دسمة ورح نخش بأشياء وفلاتر لتخطاها بإذن الله الواحد لأحد ورح نشرح من جانب الدفاعي اللي هو البي ايش بي كود نشرح من جانب اللي هو استغلال نفهم من الجهتين أتمنى يعجبكم الفيديو إذا أنت منت مشترك اشترك يا بعد راسي والله العظيم يشرفني يشرفني جدا إنك تكون من أحد المشتركين عندي وحط لايك إذا عجبك الفيديو ومثل ما قلنا 150 لايك بإن الله رح نزل اللي هو ميديوم سيكوريتي الاكسسس ريفلكتد وما نبي نطول عليكم استمتعوا بالفيديو نبي يدخل الموقع والمكان اللي فيه مصافية ثغرة بدون ما يحس تمام خلينا نعرف لكم عن أكثر من طريقة ناخد القطية الطريقة الأولى أنت تحتاج سيرفر يستقبل البيانات ممتاز طيب عندنا الخيار الأول نفتح سيرفر بايثون m3-mhttp.server وش البورد اللي تريد تفتحها عشان يستقبل البيانات والله هنا بي نقول 3333 ممتاز ممتاز بمعنى انه رح يكون رابط http 127.001 لانه هذا اللوكل هوست حق الكلمة ممتاز طيب نروح هنا نقول سكريبت ونقفل سكريبت ثاني تمام وش اللي سيكون داخل هنا في حاجة تكتبأ اسمها window.location وش رح نسوي يساوي شفتوا سينجل كتيشن هذي رح نكتب داخلها الرابط وش الرابط http dot slash 127.001 البورد اللي هو 3333 عشان نستقبل البيانات ممتاز طيب نشوف هنا http slash 127.0.0.0.1 بعدين هنا راح نحط في حاجة اسمها براميتر تكلمت عن البراميتر سابقاً في المقطع السابق اللي هو البراميتر راح نستقبل البراميتر اسم نحط علامة استفهام نحن قلنا البراميتر متى يكون بعد علامة الاستفهام ممكن نشوف 2 باراميتر 3 باراميتر نفس الوقت يفصل عنهم علامة اللي هي الانت اللي ننضح لكم اللي هي هذه الانت ممتاز خلينا نكمل ننسينا نضع البرامة 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 نشيك البرامة 33333 ممتاز سلاش نحط علامة استفهام وش البراميتر حقنا؟ كوكي يساوي ممتاز خلصنا كذا؟ لا طيب استقبل البيانات وش البيانات تستقبلها؟ نبي كوكي كيف ناخد قيمة الكوكي؟ document.كوكي الاستخنانة تونة ممتاز ننسينا حاجة مهمة وش هي؟ لازم تحط زائد ممتاز طيب وش راح يصيرينا؟ راح يودينا لصفحة ثانية window.location فكرتها ايش؟ انو لما يدخل للصفحة راح اودي لمتصفح ثاني طيب المتصفح ثاني وش هو اللوكلهوست حقي على بورد 3333 مثل تشوفون هنا في ملفات ممتاز هذا اللوكلهوست حقي طيب وخاصي الله مع السلامة انا ما بياخش بسافة ثانية لمنشيك هنا في السيفر استقبل get request في البراميتر اللي هو كوكي اللي حطينا لم استفهم كوكي يساوي جانا اللي هو security law بعدا php session id اللي هو الكوكي حقنا في اليوزر تمام ومتين بعدا نقول والله ترى وده الأربعمية أربعة في المسجل آخر تمام طيب ياسر هذي برضو طريقة مو مرة يعني انا ابي يدخل الصفحة بدون ما يحس بدون ما يودي مكان صبرك علي طيب احنا الان كتبنا script طيب وش راح نكتب داخل عندنا الان اللي هو script نقفل script طيب احنا ما راح نسوي كل اختصار نسوي زي الكود طيب ما راح نسوي راح نكتب var i أو نقول أي حرف أي شيء ما راح نقول i equal new image سواء احنا هنا حطينا قيمة جديدة var قيمة جديدة فيها new image طيب i.source ممتاز يساوي double quotation طيب وش هو رابط او سيفر راح يرسل في البيانات اللي هو البيثون ممتاز تيتيتيبي ممتاز 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 وش اللي صار زيكريبت فتحنا تاق قفلنا وش كتبنا في var اي ممتاز i.source HTTP 127.0.0.1 على بورت 3330 على ما ستفهم كوكي البرامتر document.cookie تمام؟ خنشوف ننسخها ونشوف شرحتني معنا طيب مثل ما تشوفون هنا أنا زرت الصفحة بدون ما يظهر لي أي شيء راح تشوفون هنا في get security أعطاني كوكي لكن بدون ما يوديني أي مكان لو رحنا مثلا هنا محمد حياك الله صار شيء ما صار شيء لكن لما نرجع هنا فعلا محمد دخل وقدرنا ناخد الكوكي حقه وبذلك هنا راح كاستغلال وتدخل حسابها تمام؟ لكن أنا أعطيكم كم مثال طيب خلاص بس كده لا حبيبي بإمكانك أنت تسوي الكود نفسه البيتشبي وتستقبل بينات هذه كيف؟ تعال معي نقفل هنا تمام؟ روح هنا slash bar slash www slash HTML اللي هو حق الـ localhost لابن نسوي LS تخبروني ما سوينا دفوة أيوه في ملفين في ملف اسمه log.text في ملف اسمه get.php ممتاز طيب فراح ندخل على ملف اللي هو جيدة get.php كود بسيط راح نشوف هنا يقول لك هنا فتحنا tag PHP كوكي رايحصل الكوكي اللي فيها في قيمة الكوكي الـ IP رايحصل على الـ IP الموجود والبراوزر على نوع براوزر ملحصل على جيدة ايضا نحن تنجد المعلومات ممتاز نفتح ملف اسمه log.text هذا هو ونكتب فيه الـ IP يتسوي مسافة .IP بعدين صدر جديد كوكي مسافة الـ cookie اللي هو هذا بعدين صدر جديد براوزر مسافة براوزر وهنا سيأتي براوزر بعدين مسافة داش لكي يكون هناك فاصل بينهم ونقفل نقفل ونقفل الكتابة ممتاز نحن الف بي و الف اوبن نضعها بقيمة الف بي في البي اتش بي لكي تضع القيمة يجب أن تكون علامة دولار واسم القيمة عموماً هذا هو الكود دعنا نشيك ملف اللي هو جيدة لوق.تكست لا يوجد شيء أي شخص أو أي بينات يتم إرسالها تروح لملف لوق.تكست لا يحتاج مثلاً تفتح تنصت على سابر يروح لوق.تكست ممتاز دعنا نشيك ونروح هنا مية سبع وعشرين صفر نقول هنا get php تمام هذا هو هذا هو get php لو قلنا احنا هنا أخذنا الرابط هذا الخبر يمكن نقول لي مية سبع وعشرين دوت صفر واحد عدين قلنا البورت اللي هو ثلاث 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 ثلاثة بعدين قلنا هنا ما يحتاج نسوي هنا بس اللهم كوكي اختلف الأمر نضع slash get php ليش؟ لما نروح هنا مية سبع وعشرين راح نلاقي ملف get php ونلاقي ملف log.text حلوين؟ حلوين احنا كذا أمورنا طيبة شرايكم نجرب اللي هي window.location اللي هي يغير location يعني يوديه وين؟ يوديه للصفحة اللي أنا حطيتها ممتاز ما ننشوف هنا هذا الكود اللي قبل خلع جنب هنا بعدين من رجاله خلينا نشوف window.location نضع سكريبت ليس لازم المسافات كنا ونقفل سكريبت عادة لتكون كلها بسطر واحد نقول window.location بعدين يساوي صباح ممتاز ممتاز لا تقول كنت الوصفة نضع وستطيع كنت الوصفة ممتاز المكمل pshp بإمكانك فدخل بقية هذا document.cookie .cookie 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 . sozusagen . . . . . . . . . و قمنا بقيمة البراوزر و هنا قمنا بقيمة السطر لكي يفصل بينهم ثم قمنا بقيمة حسناً، لو قمنا بقيمة من جديد، ماذا يحدث؟ لو قمنا بقيمة على 127.load.text ترى من جديد جاني الكوكي كل مرة يتفعل الكوكي، سيسلي عنس القيم حسناً، هل يجب أن تدخل الموقع؟ لا، لا يجب عندما نشيكنا، نستطيع أن نقول cat.load.text حرفين يسجل في الـ look حسناً؟ نحن نقوم بعمل ذلك نحن نقوم بعمل ذلك حسناً، نجرب الكوكي الثاني ما هو الكوكي الثاني؟ نحن قلنا لا نريد أن نريد أن نقوم بقيمة لا يدري، حسناً؟ بكل اختصار، هذا الكوكي السابق ما الذي يفرق فيه؟ سكريبت أبيك توقف الفيديو حسناً، توقف الفيديو و خمّن ورق القلم و اكتب الكوكي المتوقع الذي سيحدث بإستخدام get.php نحن استخدام get.location تقريباً نفسها و اكتب الكوكي نسك بورقة او بأي مكان text editor أي مكان تمام؟ اللي رح حصيره شو؟ رح نسوي متغير جديد أي متغير نخلي O عادي أي اسم يا رجال تمام؟ نحط فيه هنا new image متاس؟ نقف بعدين نقول O.source ترى عادل لو اختلف الاسم عادل لو كان اسم آي أي شيء تمام؟ source هنا اللي رح يختلف http 127.0.0.1 slash ما يحدث؟ ما رح نحط على المسفهام لا نحط get.php لأنه يعني أبي يفعل الكود نفسه تمام؟ اللي نحطه في ال php على المسفهام البرامتر cookie equal زائد document.cookie ممتاز طيب دعنا ننسخ عادي جداً نستطيع أن نضعه بسطر واحد عادي جداً لا يفرق ولا يختلف شيء نستطيع أن نضع بسطر واحد وعادي دعنا نضع بسطر واحد لكي توضح لكم الأمور أكثر أستطيع أن أقوم بعمل O وضع المسافة O.source نأتي هنا نقوم نضع البرامتر ما يحدث؟ صار شيء؟ ما صار شيء لكن نرجع 127 نضع lock حذفنا lock فضلنا عشان نعرف وراح ننسخ البيلود من جديد أوكي خلينا نروح الموقع ونحط البيلود وسوي submit نسينا التاج اللي هنا نسينا ننسخه طيب وش اللي صار نرجع هنا نسوي ننحدث راح جينا يقول ترى هذا الاي بي حقه ممتاز وهذا الكوكي وهذا الموجود وهذا هو البراوزر وزلا 5.0 linux الى آخر أنا عندي الآن هنا HTTP 127 001 HTTP لو حطيت البيلود من جديد حقي وش يصير هل نشوف config هذا هو البيلود من جديد بدل البيلود من جديد راح نقول زي كده هذا هو البيلود من جديد ونشوف ماذا يصير معنا شاكل اللوك جاني IP private بإمكانك شغل البيلود من جديد هذا البيلود من جديد بمعنى بإمكانك أن يكون في البيلود من جديد أو البيلود بس إذا كنت تبي مثلا تجرب على موقع وتبي أحد سوف تضع البيلود من جديد البيلود من جديد ممتاز حسنا نجرب شيئ ثانية دعنا نرجع إلى 127 ممتاز بدأ كوكي نجعلها مثلا ST مثال عادي حسنا دعنا نرى ما يحدث معنا أنا وش حطيت هنا أنا حطيت البرامتر التي هي ST هل بيأتي شيء ولا لا نشوف هنا نحدث هم وش اللي صار جاني البي جاني براوزر جاني براوزر لكن ما جان الكوكي لماذا سؤال اني حي وري طيب خلينا نرجع قید cette get php keep نشوف هنا الكوكي راح ياخل لبرامتر اسمها كوكي لو حطيت شي ثاني غيره ما راح يستقبل القيمة الكوكي لانه القيمة كوكي باسم كوكي تمام طبع Germans ما قلنا احنا بإمكانك والله ترا تكر 1997 ce ممتاز هنا كان عن طرق كيف انك تاخل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة